السلام عليكم كيف انتم مالبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كمين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهوات مع ايمان نصليوا لاني بكيف مالعدة عني بدأوا الفيديو دليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقصم معكم اليوم غدي تكون هاد البيتزا اللي غدي نحضره باح الطريقة اللي غدي تعجبكم بزف بيتزا بسكالوب ديال الدجاج اللي غدي نحضرهم بتتبيلة رائعة وغدي نطيبهم في الفرن يعني بدون قلي فكنتمنى يا ربي الفيديو دليومين اللي اعجب ديالكم الاستحسان ديالكم من زيتش نطول عليكم كتر ندوز مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة تحضير كيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج مكونات ديال العجينة هاد العجينة ديال البيتزا اخواتي اللي عندي معتمدة كنت سبقلت قسم تمحكم بزف ديال المرات ما كانت صغناش عليها غدي نحتاج فيها نميتين جرام من الدقيق الابيض ما يعادل جوج ديال الكيسان من كس ديال عنباء ديال الطحين زائد نصف كأس ديال السميدة هاد المرة استعملت انا السميدة ديال الحرشة او ديال البسبوسة ما يعادل خمسين جرام اذا توفرتوا على الفينو انا ما كنتش متوفر عليه صافي اذا توفرتوا على الفينو فاستعملوا كأس كامل ما يعادل 100 جرام عندي ملعقة صغيرة من الزبدة ما يعادل 10 جرام ربع كأس من زيت زيتون ما يعادل 30 ميلي لتر ملعقة صغيرة من الملح اللي كيبقى على حسب الضوق وملعقة متوسطة ديال الخميرة الفورية خميرة ديال الخبز او لا خميرة الحبيبات انا استعملت هدي حبيبات تقدروا تستعملوا المعجونة في حل بحل وبالنسبة لما غدي جمع به العجينة يعني تم مكنت عندي 150 ميلي لتر ديال الماء دافي غدي مضى نضيف شوية بشوية تجمع لي العجينة ديالي كيف ما فكر سمعتم اخواتي انا ما كونش متوفرها هدى المرة على الفينو يعني السميد الناعم جدا فاستبدلتم هاد سميدة الرقيقة سميدة اللي كنحضر به هال حشوب زبوصا فاستعملت غي 50 جرام زيتون ما توفرتوا الله الفينو فاستعملوا كأس ديال الفينو dinner 100 جرام يعني ان يتعالي 100 جرام يعني نصف الكمية ديالالطحين ديال فينو اذا سمتون المية دين وقتين غرام ديال طح النهجن غادي ديال الفينو السميد الناعم سوف نضيف بعض العجينة فالعجينة تكون رطبة وانما لا تلتسق ناشي في ادنا هذه هي الكمية الماء التي تبقت لي فأنا تقريبا اخذت معي هذا العجينة 100 او 110 ميلي لتر الماء مهمتم الماء اخواتي ستضيفه شوية بشوية حتى تحصلوا على واحد القوام ديال العجينة كيفما ذكرت معكم سوف نقوم بالكامل سوف نقوم باش نشارمل و لا نتبل هذه الصدر الدجاج استقررت كمية الصدر الدجاج على كمية الصدر الدجاج على شكل شرائح او فيلي نضيف الملح رأس ملعقة الصغيرة من الفلفل الأسود نستعمل 1.5 ملعقة صغيرة في السكنجبيل وعندي هنا بودرة ديال التوم اللي غادي نستعمل منها واحد نصف ملعقة صغيرة تقدروا طبعا تستبلوها بفص ديال التوم تحكووه اي تبشروه وغادي نضيف نصف ملعقة صغيرة ديال الخردل اي مطرد او لا مستعصى اذا ما توفرتوا شي عليها تقدروا تستغنوا عليه الدور ديال الخردل او مطرد كيف تتي صدر الدجاج لهوا ولا هاد المايونيز اللي استعمل تستعمل واحد ملعقة متوسطة ديال المايونيز هديك كان حضره انا في المنزل ديال يعني ما كان نشريها شي تقدروا تستغنوا على الخردل او مطرد كيف ما اذكرت معاكم وتستبلوه اما بواحد الملعقتين او ملعقة كبيرة ديال الياغور الطبيعي او تاخدوا فقط غير واحد نصف حمضة وتقصروا واحد صدر الدجاج باش يتفتة معاكم مجيوشي نشفين وقصحين سافين بعد ما شار ملدك الفيلي ديال صدر الدجاج غطيتم وتركتم جانبا وهناي اخديت المقلة ديالي فوق نار متوسطة عمد فيها كمية من الزيت عندي بصلة متوسطة اللي قطعت على شكل طولي كيف ما كتشاهدوا معايا تقدروا طبعا انتم تقطعوها صغيرة اذا ما بغيتوشي البصل ديالكم بحالات الشكل هذا وضيفت كذلك حبا ديال الفلفل اخضر وحبا ديال الفلفل احمر اللي قطعتم احتهما شرائح طولية ضيفتهم الملح وكذلك رشة ديال الفلفل اسود ايلي بصار غدي نقلي هاد البصل والفلفل زيان مع بعض ديتم انا كنبغي البصل والفلفل اخواتي اللي غدي نستعمل في البيتزا انقلي شويا انتم اذا بغيتو تستعملوا يعني يخضر مباشرة وضعوا فوق الوجه ديال البيتزا ديالكم فكيبقى لكم الاختيار صافي هنا في نفس المقلم بعد ما حييت ديال البصل والفلفل بعد ما قليتم شويا ضغط فيها كمية ديال زيت الزيتون وهناي عندي واحد كمية ديال السوس طومات تستعمل الجاهزة تقدرو تستعمل انتم ما مطيش تحكوها وتقليوها شويا مع زيت الزيتون مع واحد الفصل ديال التوم تحكوه مع شويا ديال الزعتر اي الزعتر والتوابل اللي بغيتو انتم ما تنسموا بها السوس ديالكم باش تتحضروا بها البيتزا كيبقى لكم الاختيار انا كتفيد بسوس طومات الجاهزة لكي تباع جاهزة فقط بلتب شوية او لا زيت لشوية ديال الملح مع رشخ فيه فضي الفلفل اسود وكذلك واحد شوية ديال الزعتر اي الزعتر ومع ذلك زيت الزيتون فجأت رائعة فغد نخليها تقلغي شوية اخواتي غير بحال هيدا سوف يمطفع لها غادي نرجع ده بندك شرائح ديال الدجاج اللي كنت شرملت انا خليتهم تقريبا واحد جوج ديال الساعات في ديال تتبيلة باش غادي ندوزهم في الطحين اي دقيق وعندي بيضة غادي نحتاج غالبيضة واحدة لانني عندي غير كمية بسيطة ديال صدر الدجاج وهنا غادي نستعمل انا هاد لاشابلوغ اللي كتبع جاهز بار ريادو خديته من مركضونا صراحة وما كتبين عليه بار ريادو يعني خبز محمص لكي يكون محكوك او لاشابلوغ غير هو جاني اخواتي انا في حال انا اول مرة نستعملو كيفما اتسمعكم خديثو من مركضونا جاني في حال رقائق الدورة وهما مهارمشين تماما يعني الكرونفليكس اللي كيف ترون به الاطفال ديالنا هو مهارمش يعني تقدروا تستعملو الى اذا كنتم مطفرين على ذيك الرقائق الدورة تهرمشوهم ودوزوا فيهم هذا صدر الدجاج ديالكم او تستعملو لاشابلوغ العادي الخبز المحمص بالعادي تحضروا بيدكم او تاخدوه جايز كي يبقى لكم الاختيار كنا اخد ديك الفيلي ديال الدجاج كندوزوا في الفطحين اي الدقيق طريقة العادية من بعض في البيضة من بعض في ديك الشابلوغ سافح تنسى لهم كاملين وغادي نطيبهم انا في الفرن صراحة اعجبني هذا هذا الشابلوغ عجبني اول مرة كيفما اتسمعكم غادي نستعملو هذا ديال مركضونا كيعتي واحد اللون رائع جدا واحد قرمشة رائعة في الفيلي ديال الدجاج ديالكم كيفما اتشاهدو معي انا كيف جاني سافي غادي نستعملو كيفما اتشاهدو معي انا كيفما اتكارت معكم حتى انسى للكميا كاملا ندوزة كاملا في طحين والبيض وهذا الخبز هذا الشابلوغ سافينا بعد ما سانيت غادي نجيب السينية اللي غادي ندخل الفرن انا استعمل هاد الورق ديال الطفخ اللي غادي ندهنو شوية بالزيت صراحة كان ساعملو منو يعني كي هني اني من نخسل ده بساعة ديال هاد سينية ديال الفرن ومنو يعني كي كان عرفوا بان الحاجة ما غادي تلتسقنا شيء اذا ما صفرتوش اللي كي تشاهدو معي الفرن انا شعالت له يسخون على درجات حرارة ميتين وعشرين درجات النار من الاعلى ومن الاسفل يعني يخصو يكون سخون باش ندخلو منخليهم واحد تقريبا واحد اتناش دقيقة صفحتك يكونو طابو يعني بسرعة كي تحمرو كيف ما كنعرفو صدر الدجاج اخواتي ما كيبغيش يموت تطويلة في الطياب وإلا غادي يجيكم ناشف يابس كذلك رشيت واحد الرشة يعني وضعت فوق منهم واحد شوية ديال الزيت باش ميجيوني شي ناشفين لان في الشر مولا انا ما استعملت شي الزيت فكانت استعملها هيدام لي كنكون غادي ندخلو من الفرن كنوضع واحد خوية رقيق فوق منهم ودخلتم في الوسط ديال الفرن النار من الاعلى ومن الاسفل كيف ما اتكرت معكم واحد عشر حتى اتناش دقيقة وغادي نخرجو منه فهدل اثناء اخواتي العجينة ديال البيتزا كانت اختمرت معي وضاعف الحجم دياله كيف ما كنعرفو اخواتي العجينة ديال البيتزا كتبغي الاختيمار شحل ما خليتها تختامر فيستحسن انا خليتها المهم الاحتسل لتكون الشي كان عندي دا بدك الدجاج ديالي في الفرن سافي حتى كانت اختمرت معي وضعتها في الفرن اللي كان عندي دا فيفا بسرعة اختمرت معي سافي كان سر الحاونا غادي نطيب هاد المقلة التقيلة انا غادي نحاول نرقة شوية لانا كتعجبني العجينة ديال البيتزا كو نرقيقا ما كتعجبني شي غليطة فجأتني قياس ديال هاد السينية او لهاد المقلة نيوشن سافي من بعد غادي نانتقبا مزيان ضروري العجينة ديالبيتزا نتقبوها اخواتي عدنا نعمرها انا غادي نعمرها وغادي نطيبها مباشرة بغيتون تطيبوها شوية عدت تعمرها كيبقى لكم الاختيار غادي نجيب ديك السوس طومات اللي حدرت معاكم او اللي زيت لديك توابل وغادي نوضع فوق العجينة غادي نضيف كدالك ديك البصلة والفلفل اللي قليت هاد الأثناء اخواتي كان ديك اسكالوب ديال الدجاج بقي عندي في الفرن هنا كدالي كدالي كادي نضيف الفطر المعلب شمبينيون يسمع البين تقدرو تستعملوا التريين تقليوهم شوية مع زيت و شوية الملح و البصار اي فلفل اسود كيبقى لكم اختيار او استغنوا عليهم اي حاجة ما كتعجبكم شي استغنوا عليها وتقدرو اضيفوا اي اضافة كتعجبكم انتوما شاهدوا معايا اخواتي هذا سكالوب ديال الدجاج كيف اشجعوا كيجيوا محمرين وكأنكم قليتم في الزيت غير ما تخليهم شي مدة طويلة لا تجعلهم شيء مدة طويلة في الفرن لا تجعلهم شيء مدة طويلة في الفرن الفرن درجة حرارة 120 درجة من الأعلى و من الأسفل غير 11 دقائق تجربوهم يعني تقسموا شيء وحيدا وإذا لم تكن بأنها طيبة مدخصة سوف يخرجوهم لأن صدر الدجاج أخواتيم التي تجعلها مدة طويلة في الفرن فكي يأتي ناشف من الداخل و لا يأتي شيء مزيان هيدا جفتي ورائع مقرمش بذيك طبقة ديال رقائق الضراء أو اللذيك لاشا بلوغ اللي استعملت سوف نوزعوا فوق البيتزا ديالي بطريقة اللي كتشاهدوا معي سوف نعمرها مزيان فالكمية اللي تقسمت معكم دير صدر الدجاج تبقى لي منها واحد الفيلي كبير وماشاء الله البيتزا عمرتها مزيان هنتو ما كتشاهدوا معي وكبيرة تبارك الله تبارك الله عمد البيتزا يعني عائلية ماشي صغيرة يعني غير كمية بسيطة ديال الفيلي ديال الدجاج فالفرن قادروا تحضروا منه بيتزا ديالكم سوف نزيد للجبن السعب الجبن موزريلا وسوف نزيد كذلك وحتى شوية ديال زيتون زيتون كحل أي زيتون اسود كي نزيد للوجه دياله وصافي وندخل للفرن الفرن عندي باقة سخون لانني طيب في الفيلي ديال الدجاج فكان عندي باقة سخون شوية سوف نضخل البيتزا للوسط الفرن في الأول سوف نضيف جيد من الأسفل درجة الحرارة 200 درجة نضيفها 11 دقيقة 12 دقيقة وانتظر من الأسفل سوف نضيف نشعل نار حتى من الأعلى نضيفها من الأسفل ونضيف نشعل نار حتى من الأعلى ونضيفها تكمل طيب دراجة الحرارة 100 درجة كيف لا أتكرها معكم غير هو ضروري تصبقها من الأسفل لأن العجينة أطيب معكم لانا كيفما اذكرت معكم انا استعملت العجينة هيدا مباشرة طي عمرتها بالحشوة وصفي تكتب من الاسفل عاد كنزيدو نشعلونا النار من الاعلى غير باش كيدو بدك الجبنو كيت تحمى شوية وصفي فهناين بعد ما خرجت قطعت معكم كنت باقة سخونة بزاف ففلول حاولتنا هزاف هادا هادي بعد غادي نوريكم القوام ديال العجينة كيفاش كتجي هاد العجينة ديالبيتزا كنت باقي تقسمت معكم كيفما اذكرت معكم بزاف ديال المرات وعندي معتمدة نتمنى يا ربي الفيديو الاقتراح لليومي كنا لاعجب ديالكم والاستحسان ديالكم احبكم في الله والا الفيديو القادم ان شاء الله تهال الله وليفرسكم بزاف والسلامة